تفقم الوضع على الجبهة الشرقية في أوكرانيا ووضع أصعب في مناطق غربي مارينكا وشمال غربي أفيديفكا تصريح لقائد الجيش الأوكراني أوليكساندر سيرسكي في تأكيد على شدة القتال شرق أوكرانيا مع إقرار بتراجع قوات بلاده إلى مواقع جديدة في هذه الجبهة سيرسكي قال إن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة شمال أفيديفكا وكذلك بالقرب من مارينكا وأقر قائد الجيش الأوكراني بتحقيق روسيا نجاحات تكتيكية في هذه المناطق لكنها لم تتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات حسب تعبيره وتشير خرائط ساحة المعركة إلى أن القوات الروسية تقدمت أكثر من 15 كيلو مترا على الجبهة في صورة تكشف تدهور الموقف الأوكراني في الشرق ويتوقع أن تكون بلدة تشازيفيار التي لا تزال تحت سيطرة كيف ساحة معركة رئيسية قادمة ما قد يجعلها بوابة لدخول عدد من المدن القريبة وبحسب الجيش الأوكراني فقد زادت القوات الروسية من عدد وحداتها في منطقة خاركيف ثاني أكبر مدن أوكرانيا استعدادا لشل هجوم شمال أوكرانيا مقابل تعزيز كيف قواتها بوحدات المدفعية والدبابات في الاتجاهات الأكثر تهديدا وتأمل كيف في أن تتمكن من إحداث تغيير نوعي بمجرد استلامها أسلحة أمريكية بموجب حزمة مساعدات قيمتها 61 مليار دولار أقرها الكونغرس قبل أيام وجه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي مناشدة جديدة للشركاء الدوليين للإسراع بتزويد بلاده بأسلحة ومنها أنظمة باتريوت حتى يتسنى للجيش الأوكراني الحفاظ على مواقعه بعد تقهقر ميداني ملحوظ أمام التقدم الروسي في الشرق